ننتقل أيضاً في التليفون إلى أمينة إيهاب منظمة الحفل ومسؤولة التسويق في شركة تذكارتي أهلاً بيك يا أمينة ألو أمينة ألو أيوة أمينة معايا صح؟ أيوة طب الحمد لله عشانة تصورت أن الخط قطع أمينة كنا بنتكلم عن البطولة بتاعة الدراجات وبنتكلم حتى لسه دلوقتي على أنه كل التنظيم ده اتجهز في خلال 48 ساعة احكيي للحدوتة دي بقى من البداية وباعتبارك كمان مسؤولة التسويق في تذكارتي فاديلي إنسايتس من اللي كانت بتحصل طبعاً هو الديوريشن اللي خدنا فيه التكليف كان طبعاً وقت بالنسبة لنا يعني في تحدي جدير فكنا بنشتغل بأسلوب إن إحنا عايزين نطلع أحسن حاجة عشان البلد تطلع قدام العالم في الطولة خاصة برياضة كمان يعني في مصر مش مشهورة طبعاً زي الكورة والهاند بول تطلع بالمنظر ده حلو جداً طيب إنتوا وإنتوا بتجهزوا إنتوا عرفتوا من قبلها بأكتر من 48 ساعة شوية صح كده؟ بالضبط وبدأتوا تشتغلوا على طول بالضبط على طول طيب البطولة هيحضرها جماهير من مشجعين النوع ده من الرياضة؟ طبعاً المشجعين غير متاح أن يحضر الجماهير في الوقت البطولة أيوة ولكن لكن طبعاً هي معروضة يعني معروضة على شاشات التلفزيون فوائد داخل مصر أو خارج مصر لأنها طبعاً بطولة يعني كاس عالم عظيم فإحنا هنقدر نتابعها عن طريق شاشات التلفزيون كل تفاصيل البطولة هنقدر نتفرج عليها مش حاجة هتفتنا يعني؟ طبعاً تخطية كاملة على التلفزيونات مفيش حاجة هتفتنا؟ خالص؟ لا لا خالص خالص طيب كويس خالص طيب كويس خالص بكل جاونت بكل حاجة كويس خالص توقعاتكو عموماً يا أمينة ليه النوع ده من البطولات تحديداً بطولات الدراجات بتعتقدوا أنه ده ممكن يشجع أكتر على النوع ده من الرياضة في مصر يخلق لها جماهير كبيرة؟ أنا شعيطة أن الرياضة عن مكان يعني الشعب المصري بيحب الرياضة فلما فيه حاجات عالمية بمستوى دولي كبير بتتعمل في مصر يعني الشعب نفسه بيفرح بده وبيبدأ يركب فيها يعني طبعاً النهاردة كان الجالية المصرية أو الفئة المصرية موجودة كان فيه سابورت ليها عالي جداً 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 الناس كانت فرحانة قوي يعني لا الرياضات في مصر كله لما يعني بنتطرق لحاجات أخرى غير الكورة بس حالو لا الشعب المصري بيحب الرياضة وبيحب يشجع بلده عم تأي الرياضة طيب إحنا في 21 بدأنا نستضيف بطولات عالمية أكتر من مرة استضافنا أحداث عالمية رياضية وبالتالي واضح أن إحنا كمان زي ما الليرنين كيرف بتاعنا عمال بيزيد زي ما إحنا في كل مرة الحمد لله بننتهي بنجاح مبهر وبنلاقي الاتحادات الدولية بتتكلم دايماً عن الاستضافة بتاعتنا لكن كلميني هنا بقى كمسؤول التسويق بتاعت ماركتنج أنت بتشوفي أن المعلنين والرعاة بيقبلوا فعلاً على مسألة الأحداث الرياضية الكبيرة دي في وقت من الأوقات نلاقي أن مصر تتحول لواحد من المراكز المهمة للبطولات الدولية طبعاً هو الأقبال ما بيكونش من بس من مصر الأقبال بيبقى عالمي كمان حلو دايماً بيبقى فيه تصارع وفيه ناس عايزة تبقى اللوجو بتاعهم محطوط في البطولة كلها فلا بيبقى فيه فيه تصارع فعلاً في رغبتهم في لما يكونوا يظهروا عظيم ومصر في الرياضة يعني بشهر زي لكل بل كويس خالص أشكرك جداً 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 يا أمين ألف شكراً شكراً لك